العيون كلها بصاصة خلق عايزة فعي مهر صاصة عايش حياتي جدعة ورياسة الاعدم قدامي مطلوب ربكم بولوك يا جدعين ما انا في حاجة بدايني في المصريين بصوا مفيش حد كبير عن نقد مفيش حد كبير على انه آآ نتكلم عنه مفيش حد كبير على انه ان احنا ننتقده او ننتقده حد انا حد اي حد المصريين عندهم مشكلة خلق الفرعون ليه بتخلق فرعون انت ده مني ادم ده مني ادم انت بتخلق فرعون ليه تجي تتكلم عن عمر الدياب واحد ما بيحبش عمر طبعا عمر انا تربيت على اغانيه ولا احبه واخب لك ازاي اجي اقلده فيديو مثلا او اتكلم عنه او بتاعه انت مين عشان تتكلم على سيدك وتجراسك يعني ايه سيدك وتجراسك كل يؤخذ ويرد عليه الا الله ورسوله خلينا نتفع على كده كله يؤخذ ويرد عليه كل كل الدنيا كل الدنيا الا الله ورسوله اي حد ايا كان مفيش حد كبير عن النقد ومفيش اله يا جدعان مفيش اله على الارض يا جدعان الاله واحد فوق واخد لي بالك ازاي يعني كل الناس مفيش حد كبير على النقد مجيش انا بحب مثلا انت بتحب محمد صلاح اجي انا انتقد محمد صلاح يا اخي اللولا يعني اختلاف الاراء لبارة السلع مش معنى كده ان انا بكره صلاح مش معنى كده ان انا نفس من صلاح لما تيجي انت عايز تنتقد حد ما تنتقده براحتك انا لازم اتقبل النقد يعني انا مش بتشتم مثلا انا وقالي صديق مش بتشتم خش نشوف الصفحة حملة ازاي بسيب الناس بسيب الناس تشتم يجماعة طلعوا اللي فقط يعني ايه انا احب اتكلم عن مثلا عبدالله او اتكلم عن عبدالله ايه عبدالله شريف برضو بحبه جدا حبيب اطلع ليده فيديو ازاي تتاك ايه 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 يا جماعة مفيش قاليها الفيديو الاخراني بتاع الاستاذ مبروك عطيه جسمته بدراسك جسمته بدراسك انا بني عادا ومن حق أقول رأيه وبعدين ما كنتش بنتقد الراجل بنتقد أسلوبه وعبد الله الشريف كنت بقلد أسلوبه يا جماعة ما أنا بحبه مبروك عطيب بتفرج عليه وبضحك ساعات هو بيبقى قاصي تضحك البتاع عشان يزق كده هو له أسلوب واخد لي بالك إذا فأنت لما تتريع على الأسلوب إيه المشكلة ليه الناس دماغها تعبانة أولى درجاتي السيسي واحد ما بيحبش السيسي بينتقده أو بيقلده أو بيتريع عليه مش بعليه هو شخصيا ما أنا معرفهوش شخصيا عمري ما قابلته شخصيا ولا عدت معاه ولا عشت معاه ولا عشرته عشان أعرف بالنسبة منتقد الأسلوب انت جزمة السيسي برقابتك ورقبة أهلك ورقبته جزمة مين اللي برقبت مين يا بقر انتو بتعملوا في نفسكوك وده ليه انتو ليه بتخلقوا أصنم وتعبدوه عاملين زي الناس أيام الجاهلية اللي هو يخلق صنم العجوة واخد لي بالك زيه ويعود يعبدو ويصليله ايه العابة اللي انتو فيه ده يا جماعة ما فيش حد كبير عن نقد لا عمر خالد ولا شيخ الأزهر ولا سيسي ولا ترامب ولا أي حد ولا عدل إمام ولا عمر الدياب ولا محمد صلاح ولا بوتريكا ولا أي حد كبير عن نقد فيه ايه من حق أتكلم أنا من حقي أتكلم انت عايز تقفلني ليه ربنا واجعلنا له لسانا وشفتين حتيجي انت هتقفل لي بق إيه يا عم أنا بتطريق عالجن الجن نفس الطريق عليه شو ربنا خلق الانس والجن عالتاريق عالجن ويهما عملت أفلام روحب بتكلم عن الجن وبتاع انت ازاي تعمل نفسك بنفسك ايه بتعمل عقلك بعقل الجن وانت هتتركب أصلا انا مركوب خلقه أصلا ده انا هركب لك مليون جن انت ممكن تمسي الجن كده تلاقيه وقت للصديقي راجبه انت مبارح واحد بقولي مبارح ايه انا مبارح اتفرجت على الفيديو لغاية ما شتمت محمد عادل وانا شاف قلت يعني محمد عادل قم تقفل الفيديو وخلاص قلته محمد عادل بقى إله عندكو واحد حرامي بيتخارق مع حرامي واحد حرامي بيتخارق مع حرامي والله ده رأيي شخصي مش عاجبك يولع مش عاجبك حرفيا يولع وانت كمان من حقك واقل الصديقي مش عاجبك انا اولع خش اشتمني عادي مافيش مشكلة ايه المشكلة اولا الشتيمة دي حرية تعبير عن الرأي انا لما اقول كذا فلان ولا كذا أم فلان انا حر هل انا هددته بصوا الفرق في امريكا ايه يعني امريكا تقول لك احنا عندنا حرية تعبير عن الرأي حلو التمام حلو الكلام احنا عندنا حرية تعبير عن الرأي فايه هي الدولة الوحيدة اللي بتحمي او اكتر الدول اللي بتحمي ايه حرية تعبير عن الرأي درجة ان الرئيس نفسه ممكن تشتمه عادي انما لو قلت له حقتلك دي فيها تهديد 30 يوم سجنة على طول بص بقى الكلام يعني انا قلت له ايه يا عم ملعون ابوك هو كمان من الحقه يطلع يقول لي ملعون ابو اللي جابه ابوك لغاية كده حرية تعبير عن الرأي انما لو تلحقتلك دي فيها 30 يوم سجنة في امريكا كلمة فيها شهر سجنة في امريكا ليه ده اعتبر تهديد انت كده خرقت عن نطاق حرية تعبير عن الرأي وبدأت ايه تهديده التهديد ده بقى ده ضد القانون يا معل تعالى فانت لما تتكلم عن حد بتنطقت حد ارفم من سياساته ارفم من طريقة كلامه طلع هرج طلع قال كلام كويس وما عجبكش من اياما بقول كلام كويس ينفع الناس وفي البص في الاخر يا جماعة حرروا دماغكم من الغباوة دي بطلوا تخلقوا اصنام وتعبدوها بطلوا تخلقوا فراعين الله الله ورسوله ومع ذلك في امريكا يقول لك ايه استغفر الله العظيم يعني انت بتعبد الله ومحمد والناس دي كده بنفس الطريقة اتنرفس بقى روح اضربه هتخش انت السجن هو عنده حر التعبير عن الرأي كده جيبها لك كده من الافلام اللي ما بتنزلش عشانكم مثلا يعني فيه فيلم مثلا جيم كاري كان عامل فيلم كان اسمه بروس ألمايلي اعتقد بروس اعتقد كان اسمه بروس ألمايلي الفيلم ده ما نزلش عندكم خشت تتدور عليه طالع بدون ربنا جيم كاري ربنا واخد اجازة بص حريز التعبير واسط لغاية فين في امريكا انا ما بعملش ده انا ما بتتريعش على الله ورسوله انا مسلم وعندي حدود انما لا لما اتكلم عن السيس اتكلم عن محمد صلاح اتكلم عن مبروك عطي اتكلم عن عبدالله شريف اتكلم عن معتز مطر اتكلم عن محمد عادل اتكلم عن يا جماعة انا من حق اتكلم ربنا خلقنا لسان وشفتين علشان نتكلم اتكلم ما فيش حاجة اسمها قاليها حاول تحرر مخك من العبودية ما تخلقش واحد لمجرد ان هو احمد زويل يا عم انا مش عجبنا احمد زويل انا حر وطبعا هو رحمة الله عليه قامة وقيمة كبيرة انما فرضنا ان انا ما بحبهش ناس كتير من جماعة المسحيين او جماعة الملحدين او اليهود بيكرهوا تماما الشيخ الشعراوي بيتريقوا عليه ناس كتير من المسلمين المتطرفين بيكرهوا رحمة الله على الشيخ الشعراوي هو شيخي وانا من مولودي وانا بحبه جدا انما بتقبل النقط بتقبل النقط والناس من حقها هتتكلم ما تكممش سيء بقى حد وتقول له انت كافر انت زيت التاري على علماء الامة امة ايه امة ايه فقصة الفهمت على جيم كاري ان استغفر الله العظيم رب ربنا اخذ اجازة وعطى جيم كاري الخصائص بتاعته طبعا جيم كاري فاشخ الدين مسخارة بقى قاعد بقى يبعت الرياح عشان يطير الجيبة بتاعت البنات ويتفرج تحت الجيبة والله ما بهزر بقى يرد على الدعوات الناس قاعدة تدعي واخذ لي بالك ازاي بقى انه بالكمبيوتر بقى وبيشرب القهوة بتاعه بيرد بقى بسرعة رهيبة اله بقى اله الفيلم ده منزلش عندكم ان الفيلم ده بكل بساطة كفر بالنسبة للمكتبعات العربية لو ما بص الحرية وصلت لغاية فين ان ما فيش حاجة اسمها يطلعوا جيزيس او سيدنا عيس عليه السلام يشخصوه ويطلعوا واخذ لي بالك ازاي كانوا قبل كده عاملين الفيلم الموسيقى الى الرسول جايبين سيدنا رسول الله في شخصية ليه محدش مسك الناس يدخلها السجن لي في حرية تمام فاحنا عندنا ايه حدود حدودنا ايه دن وثقافتنا فكل يؤخذ ويرد عليه الا مين الا الله ورسوله اللي جاي في القرآن بالنسبة لي انا انا مش هتعد حدودي في الحتة دي اللي جاي في القرآن وفي الشريعة ده حدود ده خط أحمر ده خط تسود بعد يجوه النم ما اقدرش عادي الخط ده نفس الكلام لاخواتنا الاقباط نفس الكلام لليهود اللي هتري عمري على سيدنا موسى ولا على سيدنا عيسى ولا على الرسل والانبياء اجمعين عليهم السلام اجمعين انما لما اتكلم عن مبروك عطية لما اتكلم عن عبدالله الشريف لما اتكلم عن محمد عادي لما اتكلم عن محمد صلاح لما اتكلم يا جمعنا ما اطلع ليش ناس حتى انا بارا كتبتها كنت بعتب على كان في حملة بتاعت طمنا انت مش لوحدة كان عاملها معتز مطر وبعد كده وانا كنت منضم لها وناس كتير وناس بالالوف وناس نزلت يعني الشارع في مصر وناس عملت دوشة وناس عملت بتاعش انتفاهم الحكومة ان هما موجودين وان هما حملة وان هما عايزين يقوموا تاني وان هما رفضين السياسات الخاطئة ورفضين التعصف والقمع وكلام ده كله فعبت على الصفحة عبت او لومت بمعنى صح مش عيد مع اني معدتش على احد لومت على محمد صلاح وحمد ابوتريك ان الاثنين نايمين في الخط وعملين واخدهم مش واخدين بالهم رغم انش عميتهم كبيرة حيفيدوا الحملة ويفيدوا الناس واخد لي بالك ازاي فكتبت لهم كده بعد ما كتبت لهم يا جماعة انتو فين بطلوا الشغل الفلاحين والخباسة دي وكفاية بقى مصالحك وكلام ده كله انتو كده كده يعني محمد ابوتريك انت كده كده مضطهد يا ابني ما تشترب ما تحط ايدك معانا بس لقيت الناس بتقول لي ايه انت ازاي وزاي رحت انا كتب كده يا الله فين اللي بيعبدوهم علشان خطر يطلعوا يشتموني محمد ابوتريك مش اله ومحمد صلح مش اله 12 عاديين من حقي انتقدهم لو حاس ان هما اثاروا في البلد لان هما البلد دي هي خيرها عليهم فانا لو انا كوائل حتى لو انا غلط ورأي غلط وشاف الناس دي اثرت في حق البلد ومفروض يقفوا جنب الشعب واقولي الكلام ده انت ازاي افسق يا بتاع سبقيدي يجيب سيرة سيدك انا مليش لس ايه سيدنا محمد بس هو اللي سيدي سيدنا رسول الله بس هو اللي سيدي وتقرأ واسي مش عاك اسمها محمد ابوتريك سيدك وتقرأ والسيسي جزمته مش عارف ايه ومحمد الصلاح مش عارف ايه ومعمر دياب مش عارف مين وتامر حسني مش عارف ايه وكل واحد بيحب واحد بيقلعوا ليه متبطلوا تقلعوا ان انا لما الناس بتقعد تقولي انت اكد على واحد في الدنيا انت مخرج مش عارف انت جوني سنسل عرب انت واقل مش عارف ايه اجمد مخرج انا الكلام بكل بساقته من دماغي انتوا عارفين سيدنا او رحمة الله عليه مولانا الشيخ الشعراوي نزل مرة كان بقى الشيخ الشعراوي بقى ايه السمع بقى ايه الشهرة بقى والحب بالناس بالعرب بقى بالملايين وبتاع فرام رح جاي مرة رح زار والله الكلام ده حقيقي رح مرة زار مسقط رأسه بلده رحت الناس من حبها ليه اقسم بالله شالت العربية هو فيها الناس رفعت العربية اللي فيها الشيخ الشعراوي على الارض فلما نزلوها اختفى ابنه رح يدور عليه مش لقيه قال له قال له فين ابوك اللي عمده مستني ووزير قاعد وبتاعه ورح شوف يا بوك رح فين قال له بالدنيا على ابوه مش لقيه الناس اول مواصل البلد اللي هو منها الناس من حبهم للشيخ والتفافهم حوالين العربية المرسيديس اموا رفعين العربية من على الارض لقوا مولانا الشيخ الشعراوي بينظف حمام المسجد مش قمر هدومه وقالع الجلبية واقعد ينظف حمام المسجد الكلام ده حقيقي ابنه بيقول له ليه يا بويا كده الناس قاعدة مستنيك بره وحب الناس وقفينك وجماهير والعمد قاعد وشيخ البلد والناس كلها والوزير مستنيك وكبرات البلد قاعدين وانت واحد دقاء تنظف الحمام قال له نفسي لما الناس شالت العربية خفت نفسي تكبر علي فقلت اكسرها بتنظيف حمام المسجد وانت مش عارف بتقول لي ياك تقرف جميع محمد صلاح ولا مبروك عطية ولا مش عايف مين بص حاب يكسر نفسه ازاي حاب يكسر نفسه لتكبر عليه لحب الناس ياخده لحب الناس ياخده هو ده اللي احنا بنتعلمه من شيوخ الاسلام انما الدكتور مبروك عطية ولا محمد صلاح ولا ابو تريكا ولا محمد علي ولا اي حد الناس كلها على رأس يا جماعة انما من حق اتكلم بطلوا كل ما حد يتكلم عن حد انت مين يا كزا يا كزا مفضلش اللي بتعسيب ايدي مفضلش اللي بتعسيب ايدي حتى لو انا اوسخ واحد في الدنيا من حق اتكلم وجعلنا له لسانا وشفتين الله ما يتكلم يا جماعة ده ربنا عطهولي انت بتمنعني من ايه انت بتمنعني بصفتك ايه انت بتعبده ليه ده مني ادم ووارد فيه الخطأ ووارد فيه البتاع ومن حق الناس تنخده مش 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 ما هواش فوق البتاع بطلوا تعبدوا اصنام بطلوا تصنعوا اصنام وتعبدوها بطلوا تخلقوا فراعين وتسجدوا لها دي المصيبة اللي ودتنا في ستين داهية السيسي ما هو الا موظف عندك مدير يدير البلاد وبيديرها غلط وعنده فساد وعنده نيلة سودة لازم تعرف ده اللي لسه مش قادر يشوف ده يبقى عمى او بيستعمى عشان هو كسبان ده بكل بساطة فيش حد فوق النقد بطلوا تعملوا آلهة وتعبدوها بطلوا تعبدوا آلهة مهما كان انسان كبير وامرموك في المجتمع من حقي اتكلم عنه ومن حقك تسمع وتتقبل الرأي الاخر لو عايزين تبقوا شعب نظيف لو عايزين تبقوا شعب متحضر امريكا هتكسر فيك ده الناس اللي هي عايزة تيجي امريكا وفيديوهات الثقافة الامريكية امريكا هتكسر فيك ده لما تيجي تلاقي ناس بتشتم سيدنا رسول الله قدامك وانت متدرش تتكلم لانك لو تكلمت من حقك تدافع انما لو دخلت اتخلت انت هتخش السجن وممكن يكونوا عاملين كده عشان يجبوك سكة ودخلوك في السجن عشان هم اصلا متعدينك عشان انت اصلا مسلم ولا عربي ولا بتاعه بينرفزوك انما المؤمن فاطم المؤمن فاطم سيدنا رسول الله نفسه لما جئ ضربوه ودمه الشريف خرع الارض نزلوا ملك الجبال قال له تحب اطبق عليهم الاخشبين ده مين للضرب ده قومه قومه ضربوه وعوروه فنزلوا ملك الجبال من الغضب قال له اطبق لك عليهم الاخشبين الاخشبين دول كانوا جبلين كده والقوم دول في النص فقال له اطبق لك عليهم الاخشبين اخسف بيهم الجبلين قال له لا يمكن ربنا يطلع من اصلابهم ومن اولادهم ناس تقول لا اله الا الله محمد رسول الله إنما لو واحد فيك كان أخاذ له عايزة تخسف ليهم الأرض وتقوله أخذSte وسيدنا نوح عمل كده رب الإتدار على الأرض من الكافرين ديارة إنك إنتظرهم يضل عبادك ولا يدو إلا كافر فجر فجرا كفارة حاجة كده اه استغفر الله العظيم مش عايزة إعوقف العائل ربي الإتدار على الأرض من الكافرين ديارة إنك إنتظرهم يضل عبادك ولا يدو إلا فجرا كفار رب اغفر ليه ولوالديه هو دع على قومه وسيدنا نوح دع على قومه وعلى ممكن أقول الآية غلط صلحوا لي في الكومنتات إنما عايز من الآية فيما معناه إنه سيدنا نوح دع على قومه بني آدم سيدنا محمد دع على قومه رغم إن دا ضربوا دا ضربوا دا أزوا دا أزوا وده شتموه هنو استهزأوا به وده شتموه استهزأوا به دا كل الموضوع دا أنا عايز أقوله بس فما فيش حاجة اسمها يا جماعة إنه لما حد ينطقت حد تطلعت أنت تمر حسنة أنت تمر حسنة يا أولاد المجنونة فيه إيه إيه دا تمر مغني في الأول في الآخر وبعدين تمر من جيلي أنا صغر من تمر بسنة تمر ماريد 77 وأنا ماريد 78 يعني هو تقريبا تمر الوحيد اللي في جيلي كله نجح أساسا فأكيد أنا هواحد من الناس اللي هتسقف له هتدعمه رغم إن أنا ما بسمعوش بس أكيد هقف جمب الراجل مصري من جيلي من سني بقى حاجة كبيرة أكيد نشي يعني أنا لما أتكلم عنه أنا طبعا عمري ما تكلمت عن تاما إنما كل ما يعني ما فيش حاجة اسمها أنت تنتقد حد يطلع لك بقى إيه الناس اللي بتحبه أنا مؤدر إن أنت بتحبه بس لازم تسمع الرأي الأخر من حق يتكلمه من حقك تسمع وترد علي وأنا تناقش بهدوء فالحالة دي بس أنا تقلص من عقدة الأهل والزمالك والناس اللي بتضرب بعض والتعصب بطلوا تعصب بطل دفل أول في الآخر مني آدم زي وزيك وهيموت في التراب وهيدفن حتى لو كان مبروك عطي حتى لو كان شيخ الأزهر حتى لو كان السيسي أخره دود هتيجي تضرب تخانق مع الدود ومش عرف إيه لأ أسيب عين إيه ما تكلوهاش ومش عرف إيه يا معا أهدو شوية أنت نفسك حتترمى تحت التراب وأخذ لي بالك إزاي فلما تنتقد حدي أنا خدت بحترمك لغاية ما شوفت الفيديو ده لأ أنا قاصد أن أنا أدي لك صدمة عشان عودك تبقى تبقى مارن ما يجيش أي حاجة تكسارك لأن لما تيجي أمريكا أو حتى أوروبا وأخذ لي بالك إزاي أنت لو رأت السعودية 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 محدش عن دهج باسمك من كتر التنمر هناك بيقول لك يا مصري بيبعارف اسمك بيقول لك يا مصري والهندي سيقلي الهندي يسويها خلي المشأ متنمرين جدا في الدولة العربية هوا مسلمين بلد الإسلام فأنت لازم تكون شوية قادر تتحمل مش أي كلمة قد كده تهيجك وتجننك وأرجو تكون الرسالة واصلت جمعة مباركة وأنا أزل لك أغنية فيها كلام أليل الأدب أنا بحاول أعودك على إنك طب وبعدين بخرتها طب أنا هو ما تضيقتش إنما كل اللي تضيق والجنن وصف الصفحة وبتاعة مش عارف إيه وبتاعة ما أنت عمرك ما هتتعلم أنا بحاول أعلمك عندي على الصفحة إزاي تبقى إنسان واسع إنك تقدر توسع مدركك وتوسع البتاع تقبل النقد حتى في الدين تقبل النقد حتى في الدين ما تاخدوش إسلام البحري تسجنوه عشان قال يا جماعة أنا ما تحبش البخاري ما هم رجال ونحن رجال هم كان ليهم زمانهم وإحنا ليهم زماننا وأخذ لي برك إزاي أنا مش بدافع عن إسلام ولا أنا ضد البخاري عشان البقر لأ إنما من حق الراجل يكفر لا يكرهها في الدين لو مش عايز يآمن لبالسنة ولبالبخاربة من حقه يكفر لو عايز وإنت ملكش عليه سلطان إنت آمن إنت أنا برضو مقدش أتعد على إيمانك ولا أتعد على إنما هو من حقه مش بس لا يؤمن بيهم من حقه يشتمهم وإنت ماش من حقك تتكلم هم رجال وإحنا رجال وفالإخر اللي حيحكم ما بينه وما بينه البخاري رب العالمين أم RAM حقا من حسنات البخاري ودي فلان حتى العلماء وقت البخاري نفسه الإمام البخاري وقت العلماء نفسه اللي كانوا في وقته اختلفوا معاه اختلفوا معاه في اللي بيقولوا في قلصص عايحة بتاعه إحنا بنتكلم في إيه ما حدش كبير على النقد ولا حد فينا ملاك ولا حد فينا اكلنا وارد ان احنا نغلط وما حدش فينا فوق النقط شفتوا انا اتحصل فيها ايه لما عملت سيب ايدي ولا ترامدول ولا مش عارف يا غزال ولا بتاع رغم ان عندي متين وحاجة فيلم وفيديو واعلان الناس ثبت المتين ولا ومية وحاجة ومسكوا في الكليب الوحيد ولا الاتنين اللي جاي فيهم رقاص طيب انت ما شكتش بقيت المية ما تحكم على واقل من جمع لا اهو بتاع سيب ايدي القوادك الوثق الهربان اللي مش عارفين لا هربان ولا نيلة يا عم كنت لازت عب ناصر ما بيش كم يوم واحدة واحدة كده لما تسمع انت بتحب فلام انت بتحب واقل دخل واحد يشتنوا شوف واقل نفسه بيرد عليه الناس بتيجي تقولي انا بحسدك على انك قد ايه انت يعني ايه السدرك واسع بتتحمل البشر اللي دخل تقولك كذا وكذا وكذا وهو اصلا دخل عشان يتابع حاجة لا فتتناظره وبعدين شوف حاجة ما عجبتوش فبدأ يشتم احنا شعب غلاط احنا بنقعد نشتم بعض عن فوادي وعال مالية حتى بالهزار شتيمة ما بتلزقش ما بتلزقش اوكي حتى القانون بتاع السب العنني والكلام ده المفروض الزبالة دي تتلغى كلها يعني انا مش شتمته انا شتمته تمام هو تقاذى ايه تمام هو كمان ممكن يشتمني مش ربنا اجعل له لسان ما يشتمني هو كمان عايز هو ياخب مني حسن اقول له الله يصمحك والله يبرافو عليك انما عشان تسجني عشان شتمته لا ايه دك اخوانين دي فشلة كلها واخد لي بالك ازاي حاجات كده مش بتكلم على السيسي ولا غير السيسي انت في حاجة اسمها سبع علاني لو اتنين شتموا وبعض مثلا واحد راح عمل واحد محضر من حقه يسجنوا عشان شتموا قدام الناس بص الدنيا ماشي يا الراحيم في ده شتمني يا حضرة الاوديو ايه لعب العيان ده يا جماعة انا عارف ان الفيديو دخل في عشرين دقيقة بس عشان اوصل لك حاجة مهمة بس بطل تصنع الها وتعبدها بطل خلي دماغك اكبر من كده خلي دماغك اوسع من كده تقبل النقد وتقبل الشتيمة وتقبل الكلام ده كله ده طبيعي احنا بشر كنا بنغلط مفيش حد فينا ملاك مفيش حد فينا فوق النقد مهما كان انت بتحبه ورده هو في الاول في الاخر انسان ما تطلعوش من مرحلة الانسان وتخلي اله تقعد تعبده وبتاع هو نفسه لو مش قادر يستوعب ده زي ما الشيخ الشعراوي استوعب وراح نظف الحمام عشان يكسر نفسه هو بيكسر نفسه بيحاول يطوع نفسه مش انت بقى للناس بتشيلك من على قرطة بتاعي حتنظفي الحمام عشان ما انت نفسه ما تكبرش عليه تقوم انت مكبر الراجل عمال تنفخ فيه تنفخ فيه تنفخ فيه تنفخ فيه ايا كان بقى السيسي محمد صلاح بقى اي حد بقى فهم ازاي انترس فلان الفلاني مش عارف مشجعي فلان الفلاني الاهلي ازاي تغلط في الاهلي يا كافر ما يغلط في الاهلي ويغلط في الزمالك ويغلط في الترسانة الله انا واحد مليش في الكورة ملعون دعلى ده يا عم انا ما يهمنيش اصلا انت اهلاوي ما تقول اعملك ايه انت زمالكاوي تحرق بجاز ووسخ انت و الزمالك اعملكه ايه اعملكه ايه لو نفسك مش قادر تستوعب ده يبقى انت موخك فيه حاجة غلط وهو ده انا بحاول اخليك مطاطي اخليك فلكسبول اخليك مرن لان الدنيا مش كده الدنيا ما بتتخدش افش الدنيا ما بتتخدش افش ارجوك شاير الفيديو ده علشان الناس يمكن شوية الثقافة تتفتح يمكن شوية الناس تعقل تبطلوا تعصب عشان ده اسمه تعصب ما تتعصبش عشان خاطر محمد صلاح ولا عشان خاطر مبروك عطيه ولا حتى عشان خاطر حاجة الوحيد اللي ممكن تتعصب عليه ويكون بالكلام من حقك تتعصب عشان واحد مثلا مسلم اخوك غلط في الديانة المسيحية فانت صاحبك المسيحين صعوانين عليك فانت عايز واحد مسلم يدافع عنه واسعتها روح اتعصب كرامة للمسيحي واخد لي بالك ازاي نفس الكلام المسيحي اللي كان بيقفوا يحمونا وقت الصور واحنا بنصلي في الميدان فين؟ فين؟ هي الحتة دي؟ في اين اخلي بالك فقريت نرجع تاني الى الحتة دي طولت عليك وانا ياسر بس الموضوع ده بيضيقني جدا كل ما اتكلم عن حد حتى ولا جيب سرطه مثلا خلاص بقى ايلاه وكأني غلطت في الذات الالهية او الذات العليم ايه انت خلو في اللي احنا فيه ده جماعة؟ لا نسمع بعض اول حاجة اول طريق الحريات نتعلم نسمع بعض من غير من نضرب بعض سواء كان اختلفنا في السياسة اختلفنا في الدين اختلفنا في الكورة اختلفنا في البتاع ماينفعش الكلام ده يخش ما بيننا يعني كبول لنا بنقول الاختلاف الرأي لا يفزد للودة قضية وعن ذلك بنقوم زعلانين من بعض وشايلين من بعض لا يا حبيب انا بحبه مايكل جاكسون بعض الناس كلها تعطوا وقول لي مثلا ايه انا مايكل جاكسون ده استاذي وابوي روحه وتعلمت منه السنة وتعلمت منه حاجات كتير يلا ده بتاع عيال ده كزا ته كزا بوا افداروا يجتموا بуляطوا راجلين من راجل في ذمه الله لما يقول رحمة الله علي بالتمنى له الرحمة التي تستكترى على الراجل الميت حتى الرحمة الصباح العبر بالرحمة الم 좋아요 بها انه تقوم بتهم لكن الله يريدون ذوب حاجات时间 لا يمكن أن يكون لها من نفس الم Shelley لا انه كان أفكر رمسول الله؟ حد عارف أنت كنت معاها، متحكم عليه ليه؟ بتحكم على الراجل ليه؟ بتقول لا ، هذا ده الجهنم وبأسان المصير ليه؟ بتتمنى له موته written down the freedoms Please ? ما أنت بينزلك ملاكي يقول لك وقال لك مثله. لو دعيت له بالخير فينزلك ملاكي يقول لك وقال لك ذلك من مثله. لك مثل ما دعايت. ان كله دعايت بالخير هيجي لك خير. انت في الشر هيجي لك شر mandate لك ما تدعيي察 بذا ما أنت مش عارف. والدليل الصين من سنهاщية 99 واحد وقال لشيخ لدينا في الدين قصة تاعت الراجل اللي قتل تسعة وتسعين واحد وبعدين راح للشيخ قال له لا ما لكش توه بقى ما قتل الشيخ بقوا مية وفي الاخر داخل الجنة عشان ربنا يعلمك يقول لك ما تحكمش على حد انت ما تحكمش على حد انت مش عارب انت مش ربنا زي الناس بتقول لك ايه لده ما نزلت الصح لغنيم تاعترامدول يقول لك ايه ده انت هتشوف ايام ده انت هفجو هنم ده انت هتشوي مين قال لك يا جنة دي بتاع طمك وابوك عشان انت اللي تقول مين يقش ومين يطلع ما تهدى ما تهبط انا بحاول اربيك اخليك فلكسبل انا بحاول اخليك فلكسبل انا واحد من الناس مبطيقش كلمة على مصر ومبطيقش حد يعزب مصر ولا يبعدل مصر ولا ينهب في مصر انا الناس دي بتجنني متطر اقعد واسمع فباسكت لاني لو كلمت اغلط وانا مش عايز اغلط مش عايز طلع فيديو اغلط في محمد عادل اللي في السيسي ولا في بتاعي فباسكت من حق اتكلم ويا ما اتكلمت حاجة اتغيرت مفيش حاجة اتغيرت فاستنى احنا الكلام الزاهرة ما بيجيبش نتيجة فخلاص هنشوف نستنى ونهدأ ونشوف الدنيا ربنا كاتب ايه بس لانو ربنا عريجي حاطب يعني وعد كان مفعولا يعني هو الوعد اصلا هيحصل هيحصل امر ربنا هيحصل هيحصل مفيش حد بيحكم ولا بينهب ولا بتاع ضد ارادة ان الله يمهل ولا يهمل واذا يعني واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا يبقى ربك لازم يستنى واذا اردنا ان نهلك قرية لما نحب ندمر بكان امرنا مطر فيها الناس الاغنية اللي فيها ففسقوا فيها لازم يبقى فيه فسك وفجور وفساد فحق عليها القول ما هو ان وما ربك بظلاما للعبيد ما هو ربنا اصلا مش هيظلم حد فلازم يسيبهم يفجوروا الاول عشان يحق عليهم القول وينزل عذاب ربنا فاللي بيحصل ده مش ضد ارادة الله عشان ما يبقاش ربك ظلامهم انما الاية هتكمل هتكمل هتقل وهتعرف في الاول في اخر كلنا بشر هيتعرف مين الكويس ومين الواحش وكل بتاعه اهدى شوية اهدى شوية مش كل من حد يتليق او يعلق او ينتقد ينتقد حتى باسلوب قليل الادب اهدى شوية اهدى شوية اسمع هتعلم تبقى فلاكسبول هتعلم تبقى مارين كده شوية هتفهمت زي تبقى مارين كده وتاخد تتقبل اراء الاخرى وبتاع تقبل الاخر دي حاجة صعبة جدا تحاول تتقبلها لانك حتبوص تلاقي انت مسلم تلاقي ناس تتكلم ان محمد ده ما كانش الرسول اصلا وان القرآن ده كتبه من دماغه ولازم تقعد يسمع لهم كده على سيدنا مولانا الشويخ الشعراوي كان بيجي امريكا يسمع الكلام ده وفي الاخر يقعد يناقشهم عمره شهتم حد ولا امت خلق مع حد او بيقعد يسمع الكلام كانوا بيقوم عارف لما كانوا بيقعد كده ويستنط ليهم ويسمع انهم بيعايبوا في الذات الالهية وفي سيدنا رسول الله وبتاع كتاخر القاعدة دي ايه كانوا بيقوموا من تحت يده مسلمين لانه الرد رد عاقلاني في قولت ايه ده احنا كنا احنا جايين ندايقك احنا ممكناش نعرف ان انت واعوة ده هو ده الاسلام ده غير ما احنا كنا نفاهمينه وان كنت ايه فظن غليز القلب الا انفضه من حولك اخليك ليين تبقى واحدة واحدة اهدأ شوية اهدأ شوية اهدأ شوية اهدأ شوية اهدأ شوية اهدأ شوية انا اخلي بالك من نفسك اخلي بالك من نفسك تتجننش عشان ناس تعرفكش اصلا ومش حاسه ديك اصلا وعايشين حياة عايزي اقولك مرفه جدا وانا عارف مؤظمهم شخصيا وانت اصلا فهم انه هم اولياء اللهم الصلاحين الشيخ محمد حسان الشيخ مبروك عطية الشيخ مش عارف بطيخة خليني انا ده انا مسلم وبتكلم عليهم طبعا لو تكلم واحد مسيحي هتقوله بقولك ايه انت خليك في دينك وبتاع اه لواحد جيلك واحد ما بطريقش على الشخص انا معرفش الشخص انا بكلمك على اسدوب ومش عاجبني وحقه وحقي انا كمان مش عاجبه وحقه هعمله ايه تخلي النبي نفسه اختلفوا عليه عايز الناس كلها تتفق على فلان الفلاني بس فخلي نفسك واسع كده وصدرك واسع كده وتقبل الاراء الاخرى الدنيا ما اميتش يا اخي انا في الاول في الاخر بنتكلم عن بني ادم زينا زينا بيغلط وكل حد يارب تكون الرسالة واصلت انا اسف تخلنا في نصف ساعة مش عاجب كل ما حاول اقول الكلام ده هقوله في خمس دقايب ابوص ابوص الاقي الفيديو طلع مني في نصف ساعة انا رغاي وانتو عافين انا رغاي الهي لله باي باي